احنا بنخاف من اشي جديد اكيد هذا موضوع مهم هذا اشي يعني مع انه لما تطرق الباب بجوز تجد نفسك فيه او بجوز تشوف فرص انت ما كنت تعرفها و اول ما خلصنا قلتلي احنا هنكون اول جامعة نكون معاكم لازم الانسان يغامر وياخذ الرزق ويتعلم بس كمان لازم يعطي الوقت الكافي حتى يتجه ليش قررتوا تشاركوا بـ HTUX انت الريش بتاعك بدل ما يكون لطلاب الجامعة الالمانية وطلاب جامعة الحسين التقنية صار كل المجتمع سواء بالاردن او المنطقة العربية طلابي كانوا شغوفين بطريقة يعني غير طبيعية انه بدون يكونوا جزء من هذا البرنامج وانا بحس واجب اكون الدعم الاول لالهم عندي امل وطموح انه HTUX تصير عالمية مش بس تكون في البلد موسيقى اهلا وسهلا دكتور علاء حلحولي رئيس جامعة الالمانية بالاردن و رحب فيك كاول ضيف خارجي يكون معنا في HTU طبعا فخور جدا انه تكون انت هذا الاول ضيف اللي معنا احنا يعني عاصرنا بعض بالفترة الماضية اكتر من مرة بس اليوم اظن معنا الكاميرات فرح نعاصر بعض اكتر ونتحدث التفاصيل اكتر فاهلا وسهلا ومرحب فيك وشكرا لوقتك يعني تكون معنا اهلا وسهلا فيك اهلا وسهلا فيك انا كثير اسعد اكتر منك انه انا اليوم موجود معاكم في HTU في البودكاست وشرفني طبعا اكون اول شخص تصدفوه وسعيد جدا انه اكون معاكم لانه بصراحة انتوا قاعدين تعطوا مودل جديد انوفاتيف بساعدني انه كمان دايما اظن فرش ومتفاعل مع هاي الافكار وانقلها لجامعتي وحتى نبادر مع بعض بمبادرات ان شاء الله تكون لها تأثير على مجتمعنا بالاردن ان شاء الله طيب قليلا نغوص شوي بالطبك انا بحب ديب دايب نبدأها على طول بعدها بنعمل زوم احنا قبل رمضان بكم من يوم عملنا ايفنت يعني مؤتمر HTUX 2033 اطلقنا في مبادرة يعني مجموعة مبادرات بس اطلقنا فيها ورؤية بجوز شوي ثورية خليدي اسمع رأيك هلا اذا ثورية ولا لا بمحاولة منها انه نحل بعض المشاكل الموجودة بالعالم من خلال انه نبني كباسيتي لهالشباب والصبايا اللي بالوطن العربي الميت مليون شاب وصبية و انا مبسوط كنت و انا على الستيج لأكتر من سبب بس واحدة منهم انه كنت انت معاك مجموعة من طلاب الجامعة حاضرين كان كلهم شغف و عيونهم ضاوية و هم بتطلعوا على الهاي و بتذكر بعدها طلعنا طلعتوا على الستيج و تصورتوا و نادتني قلتلي تعال تصور معانا و اول ما خلصنا قلتلي احنا هنكون اول جامعة نكون معاكم على الهاي حكيلي ليش اول جامعة و كيف و يعني خلين بدي افهمها من وجهة نظرك طبعا اكيد اول شي المبادرات اللي بتطلقها جامعة اشتيو مبادرات متميزة للامانة وهي اونوفاتف يعني بتعطي بعد جديد والشغلة الثانية انا زي دايما بفكر باشياء الجديدة بعض مرات هي تجارب نجحت برا لكن اليوم بيطلق اشتيو برنامج و مبادرة زي اشتيو اكس خليني احكي بصفة متميزة عن المنصات الاخرى العالمية بعطيني الشغف اني اكون جزء من هذا المشروع اولا انشغل عليه صح اخد وقته طبيعة الكورسات اللي راح تتقدم انا شفتها انها طبيعة مميزة بتحاكي لفلز مختلفة من الشباب طلابي كانوا شغفين بطريقة يعني غير طبيعية انه بدهم يكونوا جزء من هذا البرنامج و انا بحس واجبي اكون الدعم الاول لهم عندي امل و طموح انه اشتيو اكس تصير عالمية مش بس تكون في البلد ان شاء الله بدل ما افكر انا اعمل اشي بديل لا اكون جزء من هاي المبادرة و احط ايدي بيد اشتيو من خلال رسورس موجودة عندي بالجامعة من خلال طلابي من خلال زملائي ان شاء الله نكون مع بعض و كمان الجامعات الاخرى و نخليها منصة عالمية انا عندي شغلة حاسسة بصراحة انه هي راح تقدم اشي مختلف طبيعة الكورسات حتى التقديم باللغة العربية مدة الكورسات مخاطبة الكورسات لاحتياجات السوق المحلي 100% و غير هيك التكنولوجيا هي حديثة يعني انت ما عام تعطيني مثلا تكنولوجيا انتهت لا انت تعطيني تكنولوجيا حديثة للطالب بسهولة و راح تطور و راح تواكب و راح تتغير و اكسيسابل ف يعني بالعكس يعني انا حسيت انه اشي متميز و الجامعة الالمانية الاردنية بتؤمن انها تكون بالشراكة و شراكة مع اشتيو هي شراكة يعني بصراحة عضوية و مستمرة ان شاء الله راح نحكي فيها هاي الشراكة هذا موضوع ننغوص فيه سوا احنا اليوم بالمنصة اطلقنا مبادرة فيها قلنا اللي كانت المبادرة الاولى الموجهة لطلاب الجامعات يعني طلاب السنة الاخيرة بالجامعات و خرجين الجامعات اللي فيها احنا عم نعمل المبادرة بالشراكة يعني احنا منفذين لأربع تلاف فرصة نعم و نسمينهم فرصة نمو لأحداث تغيير ايجابي في مستقبلهم المهني للشباب بدعم من مؤسسة عبدالله الغرير و مؤسسة ولي العهد الاربع تلاف فرصة هاي احنا قلنا يعني بدنا الشاطر يستفيد فاحنا بهمنا نخرج أربع تلاف شخص شاب و صبية و قلنا طبعا التوجه طبعا حيكون من خلال الجامعات الشباب رح يكونوا لما يدخلوا بالبرنامج من بدايته كله انلاين بس في معاهم كوتشز رح يمشوا معاهم رح نيبدوا بمرحلة زي كأنها اعتبرها مقابلة عشان نتأكد و نساعدهم يتأكدوا شو المساق اللي بدهم اياها و المسارات هاي التعليمية المسرعة كلها مدتها ست اشهر كل واحدة تنتهي باوبشن توظيف مبنية بهذا الهدف فبعيد و بكرر انت وقتها قلت لي احنا بدنا الجامعة الالمانية تاخد اكبر عدد من هدول الاربع تلاف بدي اعطيك هيك مساحة صغيرة بل كي توجه حديثك لطلاب جامعتك كيف يستفيدوا من هاي المبادرة و كيف نمشي فيها بعدين بنغوص بالشراكة تبعتنا بالعكس يعني احنا بعد موقعنا عن الاتفاقي الاسبوع الماضي لسه فصار فينا توجه اليوم كجزء من عمادة الابتكار و الريادة بالجامعة انه نتبنى هذا المشروع بالعمادة ويتم تسويقه وتشجيع الطلاب وتعريفهم فيه بشكل سريع و ان شاء الله رح نستضيفكم كمان تعملوا ورشة تعريفية يعني اليوم ان شاء الله بإذن الله بعد ما نقدر نبني هاي الثقافة عند الطلاب لازم نشوف لهم كيف طريقة كمان نساعدهم على إيجاد العمل اللي انت حكيتوا الامployability احنا الطلاب جامعتنا الحمد لله عندهم امployability rate كويس لكن اليوم في شغل HTUX رح تعطيهم وياها انه هو الموضوع مش بس موضوع امployability وهذا target عندنا في جي جي يو موضوع انه انت كمان يصير عندك options في الحصول على العمل مش بس انت تدور على فرصة لا يصير عندك خيارات انا بعتقد في خلال الست شهور اللي فيها mentoring وهذا advantage كبير جدا للplatform من المنصة رح يكون كمان في عند طلابنا فرص عمل جديدة انا ان شاء الله يعني رح احاول اكون معكم كمان واسوق هذا البرنامج لطلابي وبدعوهم كل واحد يشارك في هاي المنصة ويختار التراك اللي هو والمسار اللي هو بيحسه رح ينعكس على حياته ويحقق وهذا الاشي الحلو يحقق هو طموحه لانه في طلاب قاعدين بيدرسوا عندي تخصصات لكن بيحسوا انه لا طموحي بجوز لازم يكون اكبر في هذا التخصص لازم الانسان يغامر وياخذ الرزق ويتعلم بس كمان لازم يعطي الوقت الكافي حتى ينجح فبعتقد انه احنا مع بعض ايد بايد ان شاء الله رح نسوق هذا البرنامج للطلاب ورح نوجههم وانا متأكد ان شاء الله الباتش الاول اللي رح يكون خريج من هذا البرنامج رح ياخد فرص متميزة سواء هون او بره انا في عندي شغلة تانية حب احكيها يعني انا اعتقد مستقبلا هو هذا المسار اللي رح يكون انه انه الانسان يدخل عمصة ياخد كورسز حتى لو ما كان بتخصصه لكن عنده فاشن لقيله ورح يبني لقيله مستقبل من خلال مسارات اللي هي رح تحقق له طموحه ولكن يجب ان تواكب متطلبات السوق العين عليك دكتور يعني شوف وانت عم تحكيها عم بتذكرني بالاول ايام لما كنا بنفكر بالستراتيجي تبع المنصة وكيف نطلع بالكونسبت وقلنا بنعمل مسارات تعلمية مسرعة مدتها ست اشهر بتخلي حدا بغض النظر عن الباقراند تبعه وين وصل وكيف زي ما تفضلت ممكن يكون هو ما عم بدرس هندسة بس جاع باله مسار هندسي يكملها ممكن يكون مجاله طبي مجاله زراعة كله وبقدر ساعتها يكمل مثلا بالاي تي ممكن يكون احنا في عنا الناس بلشت على المنصة مش بالجامعة بعده بعده بالمدرسة وبدو يبدأ فاحنا يعني كله بزبط وبدي ارجع اركز على نقطة الشراكة وهلا بنحكي فيها اكتر احنا يعني بكل التصميم طبع الموضل كنا دايما بنقول بكل مرحلة في شراكة ففي شراكة بين الطالب والمقدم في شراكة مع الكوتش اللي موجود معنا نظام التعلم هو مسرع وبالتالي هو اصلا تشاركي مبني على فكر انه باي ديزاين هو ديجتال نيتف هو اصلا الاسمشن انه انت جاي عندي بشكل رقمي راح تكمل بشكل تاني فاين وطبعا وهلا بنبدأ قصة الشراكة مع بعض دسنا احكيها بقالية صغيرة احنا في عنا مبدأ جوه HTUX اللي هو study alone play together او learn alone play together احنا عارفين انه اليوم المجال التعلم الرقمي هو مكان موحش لونلي بقولوا عنه دايما باللهاي لانه انت وانت عم تعلم قاعد لك انت وهالشاشة وبالتالي قلنا ما بدنا تكون التجربة التعلمية هاي منقوصة غير عن لما انا اجي على الجامعة واكون قاعد بالكامبس واكون جزء من اللي جان واحضر فعاليات فخلقنا بكل واحدة من المسارات هاي المسرعة احنا عنا في عشرة على المنصة وفي اش عم بنبنة اللي بدوينزل كمان مع كل واحدة في لها النشاط تبعها اللي هي play together part فعشان انا بشارك مثل احنا عنا مسابقة السومو مثلا ففيه مسار المسرع تبع الروبوتكس بشارك بهاي محضر هديك احنا بدينا اظن شركاتنا بمشاركة كبيرة من طلاب جامعة الالمانية بنشاطات الهتش تيو ومشاركة من طلاب الهتش تيو بنشاطات الجامعة الالمانية وقررنا هديك المرة لما وقعنا الاتفاقية انه المأسس شراكة طويلة الامد اصلا فحب هيك نتحدث انا وياك بهاي الشراكة احنا انا ودكتور سماعيل بحلقة سابقة حكينا عن مبدأ منتشر بالاردن للأسف اللي هو توقيع الورق وبعدين ما حدا يسوي اشي وكنت انا اتشالنجدهم بالحلقة انه الشراكة الحقيقية اقبال الشراكة الورقية خلنسميها احنا ابطال بالبلد بتوقيع الاتفاقيات وصوري احنا الحلو هون وقعنا الاتفاقية بعد شراكة حقيقية اصلا قائمة وموجودة بس عملنا لها مأسسة واضطرناها وهي حب اسمع منك على طلاقي الفكر بين الجامعتين وليش احنا وصلنا لمرحلة المأسسة بعد فترة طويلة اصلا من الشراكة الغير معلنة يعني ايش بقولولها الانريتن كود احنا من غير ما نضطر نعمل شراكة كنا شركة صحيح يعني اشي كتير مهم نعرفوا في البداية انه جيجيو و اتشتيو هم دفرنت موديلز لكن يعني احنا بنحكي الاختلاف لا يفسد في قضية مية بد مية انا و الدكتور اسماعيل تقينا كتير احنا تقريبا كل شهر ماكسمم يعني بيكون عندنا لقاء او اثنين الاختلاف في التو كونسيبت وجدنا انه زي كيف انت يعني مكملين لبعض مية بالمية هذا بيخدم عنا بالجامعة اللي هو الجيرمن جوردينيان دايمينشنز اللغات بيعطيك اكسز على المانيا على الجامعات على الشركات الموديل اللي بي اشتيو بيعطيك كمان و بيعطي خلينا احكي طلابنا سواء بي اشتيو او بي جيجيو اسبك مختلف اللي هو شراكة مباشرة مع الصناعة المحلية مع الشركات المحلية بنطلق من بيزنس بارك طبيعة المدرسين في تشابه كبير بين الجامعة والجامعة يعني احنا ما شاء الله المدرسين والبروفيسورز الموجودين عندنا شبه انه كوبي هون وهون بالفكر بطريقة التدريس حتى بالرغبة بالتعاون طلابنا كتير في تشابه التقت كمان الفيجين تاعت القيادة خلينا احكي بقاسة الجامعة هون والجامعة الالمانية فوجدنا انه طب ليش ما نكمل بعض ليش احنا دائما احنا صحيح بالسوق في تنافس بين الجامعات على انها تجيب خلينا احنا التالنت والماينز صحيح طب بس احنا كمان بالمقابل خلينا هدول ماينز اللي هم الفيوتر ليدرس تعيين البلد والمنطقة ان شاء الله هدولا انميهم احنا مع بعض نشتغل عليهم مع بعض يعني يصير عندهم مجال يدخلوا على جامعة يستفيدوا من الريسورس حتى لو كانوا بالجي جي يو وطلاب جي جي يو يروحوا يستفيدوا من الريسورس اللي موجودة بالجي جي يو بنافس الطريقة غير هيك عندنا ابحاث وجدنا انه لأت في تمييز في الابحاث في الجهتين حتى التخصصات في تشابه في تكامل موضوع اللابات يعني اختبراتنا اللي موجودة اذا موجود احتياج لها من اش تي يو بيستخدموها احنا احتجنا بنستخدمها الكمباتشنز الهاكاثونز المبادرات زي اش تي يو اكس وغيرها ليش ما نكون احنا جزء منها وهم يكونوا جزء من مبادراتنا فاشتغلنا على اشي كتير مرتب الحمد لله رب العالمين ووصلنا الى انه احنا ويبايلوتنا اللي هو الاش تي يو اكس لكن واقعيا حتى في تبادل العضاية التدريس في تبادل الطلاب الان بننظم ان شاء الله قريبا رح يكون فيه كونفرنسز مع بعض حلو مؤتمرات يعني قلينا احكي نحط ايدنا بايد بعض بنكون اخوة ثانيا ما فيه اي حاجز بيننا للأمان يعني وجدت ان ما فيه حاجز يعني احنا بجوز بعض مرات الناس بتحكيلك كل واحد بشتغل لحاله اريح بس انت صحيح اريح لا اليك بس مش للمجتمع المجتمع بده نحط ايدنا بايدين بعض ونشتغل مع بعض ونعد على الطاولة واحدة نخطط مع بعض وفي الاخير عادينا بنطلع بنتاج كتير افضل بنتبادل الافكار بنطور الافكار بشكل اكبر واسهل وخليني احكي شغلي كتير مهمة بجوز ثقة المجتمع بجوز في هاي الجامعات اليوم صار اكبر صحيح ودليل قاطع على نجاح هاي الجامعات ولولا انه احنا بجوز عندنا هذا الفكر اليوم المنفتح لطلابنا ولمجتمعنا ما راح تشوف هذا التأثير او احنا بنحن نسميه الامباكت على الكميونيتي انا في عندي شغلي كمان دايما بحكي انا والدكتور سماعيل والشباب فيها احنا بجوز تعلمنا في الفترة الماضية كلها انه الحياة في الجامعية هي اكاديمية فقط لا غيره لكن لما بنيجي منيوصف التعليم والحياة الجامعية شو يعني بنيجي بنحكي الدكتور مطلوب منه تدريس مطلوب منه بحث وخدمة مجتمع ركزنا على التدريس وروحنا على البحث من اجل الترخي وخلينا جزء بسيط لخدمة المجتمع هذا انا بعتبره يعني اشي فيه بوتانشيال عالي فيه قاب كبير اطع الفلتة اطع انا اليوم بعتبر خدمة المجتمع اشيء اساسي للجامعات نجاح اي جامعات معتمد على علاقتها بمجتمعها سواء صناعة او حتى ال public sector حتى القطاع العام بحاجة للجامعات الصناعة بحاجة للجامعات المجتمع بحاجة للجامعات بمناقشة قضايا تطوير خلينا احكي concepts جديدة معالجة مشاكل موجودة فكل واحد خلينا احكي في المجال اللي هو قوي فيه انا شفت انه احنا مع عشتيو في كتير نقاط تقاطع ممكن نعزز دور بعض ونقويها بالتأثير عن هذا التوجه عشان هيك احنا تعرف في اشتيو في عندكم الapprenticeship اللي هو دول studies program احنا منتطلع عليه من ناحية دول studies بعلاقتنا مع الصناعة الحمد لله عدد الشركاء الموجودين في اشتيو كبير عدد الشركاء الصناعيين بالاردن مع الالونية كمان عدد ممتاز احنا تعدينا الميت شركة اتوقع اشتيو كمان مية مية وعشرين شركة واجوز اكتر احنا بالمانيا عنا اكتر من خمس الاف شركة نود طلابنا عليهم فهذا التبادل بين الانترناشنال اكسبرينس واللوكال اكسبرينس قعد بيخلق خلينا احكي حال جديد ان شاء الله تخدم تهيئة طلابنا لمستقبل افضل انا هذا اللي بهمني للامان بالاخير هذول الشباب اللي بديطلعوا ليدرس لازم يكونوا يفكروا بطريقة مختلفة واليوم اسأل يعني بكل البلد رح تحكيولك انه خرجين اتشتيو خرجين جي جيو وبعض الجامعات الاخرى واغلب الجامعات عندهم يونيك سلينك بوينت صغلين احكي عندهم قوة بمجالات قاعدين الحمد لله الشركات بيستنوهم بيطلبوهم مش بس لوكالي حتى انترناشنالي اليوم الاردن صارت فيه تركيز على الاردن فيه نواحي مختلفة واستثمار من الدولة في الاي سي تي مثلا صحيح حتى ننجح بسببش كل واحد يشتغل لحاله مئة بمئة انت بدك ماس بدك عدد كبير عنده محددة عنده سكيلز حقيقية وعنده قدرة حتى لغوية فانا شوفت انه لما بحط ايدي بييد ايش تيو رح يصير هذا الماس موجود ان شاء الله بنحط ايدنا بيدين الجامعات الاخرى جامعة تانية كمان ان شاء الله مؤلمة طبعا وبصير عندي الماس اللي لما ييجي اني انا شركة من برا تحكيلي اليوم بدي 300 خريج بدي 1000 خريج احكي له انا جاهز هدول عندهم سكيلز 1 2 3 4 زي ما انت طرفت بدك بعد 6 شهر احنا جاهزين نتعاون ونجهزهم بعد 6 شهور وبدنا اياكم تشتغلوا من هون من البلد مش من برا كمان بنعمل اوتسورسنج نمكن شركاتنا الاردنية كمان في حاجاتها والحمد لله في بروغرس انا شايف كثير كويس كتور تعرف يعني بدي أقول لك استعمل ترم اثلاجة صدري طبعا دايما بس الله خليص بهذا السؤال اجابتك عليه كان بجوز 75% منه يتمحور حوالين التوظيف والعلاقة مع الصناعة ويعني والقطاع للاعمال واظن هاي يعني مع 500 شغلة تانية اللي نلتقي فيها بين الجامعتين بس هاي اظن على رأس الكم انه احنا اليوم عمالنا فيه توجه واضح انه تجهز الشاب والصبية بسكيلسة بيحتاجوها بالمينسة العقلية اللي بيحتاجوها باتجاه انه نكون ايد بايد عمالنا بنوصلهم جهزين لسوء العمل ومع يقين تام انه احنا مش خبراء سوق العمل فلازم نحط ايدنا بايد سوق العمل عشان يخبرونا كيف بدهم الشباب اللي حلو بمنصة HTUX انه قلنا حتى لو العشر مساقات المسرعة اللي موجودة عليها اليوم المسارات المسرعة ما بتلبي احتياجات سوق العمل هي مبنية على كورسات تقدر تركبها على بعض وتجهزها للمسار فحتى لو في حدا انا بسميهم الموظفين اللي عنده احتياج توظيفي للشباب اجا قال لي والله انا زي ما تفضلت بدي الف ولا الفين شاب وصبية جاهزين بالسكيل ستس الفلانية نقدر عندنا القدرة نقول له غيب ستة شهر وارجع بكون محضر لك يهم والحلو هلا انه بالتالنت بول اللي موجودة بين طلابنا وطلابكم يعني بري كلير عم بنكون واضحين بالسوق انه اذا بتحبوا هاي هون وهي هون بدي ارجع لنقطة الشراكة وقلت لي احنا اليوم يعني طيطب منظور كتير حلو انه احنا اليوم عم بنمثل فيجين البلد وعم نعطي اكيد يونيك سالينج بوينت لما يجي حدا من برا المنافسة مش بيننا احنا كجامعات المنافسة اصلا بين الدول على لفل اعلى كم فرصة سمعنا عنها اجوا على البلد ما لقوا شباب كافية للأعداد اللي بدهم اياها وراح حمل حاله على المانيا ولا راح على مصر ولا راح على اي من الدول اللي في عندها هذا الماس من السكيل سيت واحنا عندنا شباب كافية بس بجوز زي ما تفضلت بدهم اليونيك سالينج بوينت هيتكون واضحة ومعيارين وما يكون فيه عموم بالباكراون انه اي سي تي ازفيري جنرال ترب مثلا لا بدي سكيل واضحة جوه هذا الموضوع بدي واحد جانرتف اي اي سبشاليس بدي واحد هذول التوبيك فانا مبسوط كتير انه احنا عم نحكي بالحوار تبعنا حوالين نقاط طلاقي حتى ماكرو لفل ات ميك سنس انه على مستوى البلد وان شاء الله يطلع يعني اجان جيل شباب يستفيدوا منيح من هاي المبادرات ويكون يعني عملنا ان شاء الله شغلة حلوة فيها بصمة انه حضرناهم اكتر لسوء العمل بدي يعني من جوه هذا يعني من رحم هذا الحوار نحاول نطلع اليوم على تجرفة الشباب اليوم و يعني بالبيوتيب اللي حكيته قبل شوي انه الجامعة الالمانية ولا الجامعة الهتش تي يو ولا غير الجامعات هم عبارة عن بالاخير بروداكت الفاليو بروبوزيشن تبعها كل الفاليو بروبوزيشن كل قيمة متوقعة لها قيمة معين وبالتالي الفكرة هذا تبع انه احنا بالاخير ما عم نتنافس يعني اليوم احتمال يكون واحدة من مشاكل القطاع انه في منافسة بين هلهاي احنا عم نطلقى بفكر انه لا هو ما في منافسة احنا بالعكس مكملين لبعض وانا دايما بحكي بنظرية الابندنس او الوفرة اللي هي بدل ما نجيب كيكة ونقطعها ونتقسم عليها كيف نقدر كيف نقدر نعمل كيك اكتر الكل يستفيد بدل من نظريت الندرة اللي كلاتنا منتقتل على اشي صغير ومنحاول نتقسم بناتو بحب تحكي لنا اكتر على تجربة الالمانية باتجاه تحضير الشباب لسوء العمل احنا عنا مثلا زي ما تفضلت قبل شوي ذكرت احنا في عنا الابرنتس شب بروجرام انتوا عندكم الدول يعني في اكتر من موضل وفي رحلتهم على المانيا وهذا بحب يعني تحكي عنها شوي باسهاب والفوكس تبعكم على تحضير الشباب لسوء العمل وهذا من منظور الجامعة الالمانية تمام انا بدي كمان اشير لنقطة مهمة كتير حلوة في علاقة اله تيو مع الجامعة الالمانية اللي هي احنا بنؤمن بهدول الشباب الشباب قدرات هائلة عندها قدرات هائلة بس بدك تعرف انت تسقلها وتطلح فهذا اشي بيسعدنا جدا الشغل التاني احنا بنتنافس في كيف تماكسيماز يعني كيف احنا نزيد الامباكت يعني احنا بنشتغل مع بعض عشان الامباكت بدل ما يكون مثلا خمسين بالمية يصير مية بالمية او ميتين بالمية واحد زائد واحد يساوي سبع طاح مية بالمية اه لانه احنا بنقدر نعمل امباكت كويس بتعمل امباكت كويس بس مع بعض لا بنعمل كتير كويس فهي هاي النقطة فالجامعة الالمانية كمودل انبنى انه الطالب بيدخل على الجامعة بياخد ثلاث لغات اهم اشي من البداية بيكون عارف هذا الكلام انه بدي ياخد تخصصه زائد لغات ليه لانه بدي يسافر على المانيا بالسنة الرابعة فاحنا بنأهل الطالب وبنجهزه اولا انه يكون خلينا احكي انترناشنل مش انه فقط انت تدخل بتتعلم لغة بتتعلم تخصص لا انت بدك نجهزك كمان انه انت خلينا احكي خريج عالمي عندك لغة عربية لغة انجليزية ولغة ألمانية خلال التدريس بنعطيهم خلينا كورسات بالقيادة بالريادة بالانتماء وبنجهزه كمان يستعد لرحلة هاي الرحلة اللي زينا راحة بعد ما خلص دراسة وتعرض لهم قصة لا احنا من جهزك تطلع لها وانت طالب وتعيش وانت طالب بعض مرات بحكي لك يعني طب ليش تجبرني ليش كده فاحنا اجبارية السنة على كل طلاب البكالوريوس ليه لأنه أنا الموديل الجامعة الألمانية أنت تدخل هذا ورح نختصر عليك سنوات بعدين تحضير واستعداد أنت ما تكون لسه متخيلها في السنة الثالثة بس تخلص بدك يكون أنت وصلت لفل بي ون باللغة الألمانية لكن بكون لغة الانجوزية ممتازة التعليم الكورس بتجهزك بالسنة الرابعة الفصل الأول تروح على ألمانيا تجلس بنفس خلي الكلاس بنفس الغرفة الصفية مع الطالب الألماني فما يزبط تكون أقل منه تكون بالليفل تاعه بيدخل بياخد هالخبرة بيقدم انتحانات زي وزي الألمان يعني يعامل كأنه طالب في جامعة ألمانية بعدين يروح يقدم على سوق العمل مشان يحصل خمس لست شهور في ألمانيا إحنا خلال الفترة اللي قبلها بنكون حضرنا كيف يكتب سيفي كيف يعمل مقابلة كيف حتى يتنقل كيف يكتب في عنا فريق يمكن ساعدك يراجعه لكن احنا ما من نتدخل في حصولك على التدريب ليه ما فيه لأن الأصل ما يكون فيه الأصل لأن أنت هاي والخبرة بتاخدها بعد ما تتخرج وتصير تتعلم وكذا لا خليه من إياك أثناء دراستك تتعلم فيه ناس بحصل التدريب خلال السبوع فيه ناس خلال شهر فيه ناس خلال شهرين فيه ناس خمسة فيه ناس ما بحصل بنحاول إحنا دائما نساعده أنه يحصل بعدين بيدخل على الصناعة الألمانية خمسة لست شهور بيعيش زي كأنه موظف بيأخذ نفس الستاندرد للألماني الشاب الألماني بيتدرب حتى الكثير منهم بيأخذوا رواتب بيصرفوا أحالهم بعدين بيرجع على البلد ما شاء الله كأنه عن جد هو نفسه بيرجع مختنع أنه في منهم بيقدر يعمل مشروع تخرج في الشركات الألمانية بيقدر كمان يقضل فصل ثالث ست شهور هل 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 يرجعوا وهذا الاشي اللي بنحبه في طلابنا ونشجحهم عليه في ناس بيكون حصل عقد عمل بيخلص أوراقه ويرجع بيدهم في ناس بده يستثمر في البلد أو يعيش ويشتغل في الخليج أو بأمريكا أو بأوروبا وعندنا نسبة اللي بيشتغل بألمانيا هسه حسب آخر سيرفي 23% اللي بالأردن تقريبا لا مش قليل 50% بالأردن والباين بتوزع برا اللي اشتغلنا معهم طلابنا عليه والحمد الله رح يكون هذا برنامج إنه سنتين وإن شاء الله سنتين القادمات إنه الطالب لما يرجع يكون عنده innovation وإنتم هون هاي الأفكار اللي بتعلمها هناك ممكن القطل وفكرة يجي يستثمر فيها هون إحنا في عنا اللي هو الابتكار والريادة العماد الابتكار بيقدر إحنا نساعده كمان يعبد مشروعه حتى نخرج من الجامع طلاب أصحاب عمل مش باحثين عن عمل فإحنا منطمح إن شاء الله يكون 10% من طلابنا لـ 20% مع الزمن يكون هم أصحاب عمل بيخلقوا فرص بيخلقوا فرص أنت حتى تنمي يعني حلو أنك تكون أنت بتعمل بعد ما تخرج بتحصل شغل بعد مثلا 6 شهور 3 شهور مباشرة بعد سنة بس حلو خلال هاي السنة اللي بعد التخرج يصير عندك شركة وتصير تشغل خلينا أحكي تبدأ بواحد بخمسة بعشر أنا عندي أحد الخرجين هسا عنده أكتر 120 موظف وعندي وعاد تاني ما شاء الله كمان شركات بدوا بدوا صغير بس لكن الأفكار اللي جابوها من ألمانيا هي اللي حققوها بدنا نوطنها أنا بأمن بتوطين الأفكار مش بأنه أنا أخرج لبرة حلو أنا بتخصصاتي مثلا فتحنا بالأخر إشي اللي هو كله تمريض مطلوب بألمانيا بشكل كبير جدا وركزت على أنهم يكونوا جاهزين للسوق الألماني إن شاء الله لكن كمان ركزت أنه هدول يكون عندهم الـ opportunity كمان بالأردن أو بالخليج أو بأي مكان هم يختاروا فالحلو كمان إننا نحاول إنه الطالب بس يخلص ويصير خريج يكون عنده أكثر من فرصة يعني مش بس إنه فرصة عمل إن شون أكثر من فرصة فإما عندك أكثر من فرصة عمل أو عندك وخلينا نحكي الطريق إنه أنت تكون صاحب عمل بأعتقد كمان إنه الطالب اللي بيأخذ خلينا الخبرة الدولية إنه لما تروع ألمانيا على حياة جديدة تصير أنت تعمل أكلك تكوي لبسك تروح تتعمل خلينا لقاءات مع صحابك تكتشف البلد تكتشف إنه لا الحياة مش سهلة مش أنا كنت عند أمي وأبوي كل شي جاهز لا فيه أشياء بالحياة لما تخلص تنطلق راح تنطلق بشخصية مختلفة والحمد لله يعني أنا أفتخر بكل خريجي الجامعة الألمانية الأردنية وأسعد وين ما أروح أني أشوفهم وأقبلهم ماشاء الله عليهم ماشاء الله عليهم الحمد لله دكتور إذا غلبك وأنت عم تحكي حاسك أكتر هيك بتحب المجالات التقنية اللي هي يعني خنسميهم الهاردوير في منه؟ مهندس يدي ميكانيك 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 أحنا يعني عالمين الكهرباء والميكانيك بالأصل بظل يجبد نرجع للهاردوير نرجع للهاردوير بقولك السوفتوير هذا الوبرائتنج سيستم صحيح بس بالأخير الوبرائتنج سيستم بديه محل يعيش عشان يستغل صحيح فأبل ما نفوت في هذا هذا اللاين واهتماماتك فيه خلني حكي فيه برأيك وهذا احكينا شوي برا عن تجربتك يعني من وقت ما خلصت واشتغلت هيك احكينا شوي عنها رحلتك ويعني شوي اعطينا فيها إضاءات على شغفك الهاردوير انا دراست طبعا بكالورس في جامعة موتة بعدين ما اجسر بالأردنية دين دكتوراه بالأردنية بلشت بعدين حصلت على المنحة انه اعمل في ألمانيا بس سافرت على ألمانيا طبعا هون دراستي كلها كانت ما شاء الله يعني ممتازة يعني كل الجيرني بس لما رحت على ألمانيا اشتغل في ميكرو تكنولوجي تعرفت على الكلين روم وعلى الهاردوير اللي موجود عندهم واللابس هيوج لابس ودخلت خلال يعني الحمد لله سنة سنة ونص يعني صرت فاميليار وشغال بشكل كتير كويس وكتير حبيت الشغل في اللابات ومختبرات والتكنولوجي وكيف انت مثلا حتى احنا انا شغلي كان اللي هو في المايكرو فلوديكس خلينا احك تشيبات الصغيرة وتصنيع انا اشتغلت مين في اول شي كان قبل هيك كل تحول كاملا كاملا ومعروف هو اصعب جزء بجوز في الشغل لكن صرت اطلع انه كتير مهم يكون عندك لانه زي ما حكيت يعني انا اذا ما عندي الديفايس مش راح قدر عمل وليش مزبوط ولا لا ويندك تعمل الصوفتوير ويندك تعمل الاشيها والمانيا بالذات في الميكانيك معروف يعني كلها اشيها صناعية ومعروفة يعني وقوية فبلشت اشتغل ما اجيب طلاب عندي حتى من الاردن يجوا عندي بعدين زملاء صار يجوا عندي نشتغل مع بعض فلما قررت ارجع انا بعد ما خلصت البي اش دي اشتغلت بالجامعة دراست وكنت باحث وعملت ست سنوات بعدين خلصت بسموه في المانيا يعني انا عادتي في المانيا حوال تسع سنين رجعت هون على الجامعة الالمانية باش تدخل في مايكرو تكنولوجي مش موجودة هون بزبطش طيب اي طب انا انا مؤمن انه الهاردوير مهم جدا لأي تقدم في اي دولة صح حلو السوفتوير وتشغل عليه وكذا بس انا بشوف انه السوفتوير ممكن يكون هاب امبلويمنت بس الديفولوبمنت الحقيقية بتحتاج الهاردوير فبلشت انشأت النانولاب في الجامعة حلو اشتغلت عليه واطلعت انا ايش ممكن اجيب على البلد واستطيع اني اشتغل هون لانه الهاردوير عالي جدا طبعا كل الديب تاك اصلا يعني بده طويل الامد ويعني ما يتوقع واحد نتائج بسرعة 100% بدها صبر فبلشت 2015 بلشت اللاب اشتغلت على انه انا بنيت ووركشوب يعني شغلي كنت حسها صعبة هون انه انت ما فيش مثلا تشتري اي مواد مش موجود يعني بروسس طويل كذا فعملت زي ووركشوب عملت ويتلا وعملت كلين روم صغير في الكلين روم هاي جبت انجيت برينتين ديفايس وسكين برينتين بعدها وهدول مش موجودين كانوا في المنطقة فصرت الحمد لله اشتغل على هاي لفل لسه في الفيل التاعي وبنيت شغلتين هون اللي هي المايكروفلوديكس اللي ما كانش موجود على هاي لفل في ناس بيعملوا مبادرات اكيد بس على هاي لفل صار عندي موجود والويرابل سنسورس حيلا اللي هو انت تقدر تعمل مجسات او حساسات مرينة لكن مطبوعة عليها الالكترونيك سيركت تاعتها يعني وهي بتتحرك ممكن تطلع احنا عملنا ريسبراتوري ريت سنسور وهسا عملنا هارت ريت سنسور هذه تكنولوجيا ما كانت موجودة فصار عندي شركات اثناء هذا الاشي قوية جدا مع المانيا ومع اليوكي مينلي وفي مشروع اشتغلته في ام اي تي بامريكا فالحمدلله يعني بنيت هاي التكنولوجي الحلو فيها لما صار عندي هاي اللابات انا الانجينير صار يشتغلوا معاي بياخدوا يعني خلني اخر الستيت وعادين بيطلعوا بيعملوا شركات بيجيبوا فانس للبلد بشكل حلو اليوم انا بحكي لك انا متأكد مية بالمية بجوز لو انه انا ما رحت بجوز باتجاه الادارة اكتر وانشغلت احنا اتليست منقدر نطلع من الاب ثري كومبانيز اه اه اتليست لسه ان بروسس بس صار سلو يعني كان اول انا يعني ماشي 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 بس صار ابطع بس الحمدلله يعني اللي خرجين من هذا المختبر اليوم موجودين بالاردن وبريطانيا بالمانيا وبامريكا ممتاز هاي لفل في منهم خلص بي اش دي حتى بالجزلة وانطلع الاتش امباكت والاتش ايندكس اسف والاتش امباكت تاكتر والجنرز اللي بي انشروا فيه انا براود طبعا في هذا الاشي لكن بتمنى اليوم بالموقعي انتقلت لمرحلة اخرى انه كيف الهاردوير يصير موطن مش عند على بالجامعة وبالبلد بالبلد بشكل عام طبعا فانا عشان هيك بدور على هاي الشركات انه اليوم الانفستمنت في الهاردوير كتير مكلف اختار مسارات زي اش تيو اكس وهاي المسارات اخدمها انه الهاردوير موجود عندي واستطيع انه انا ابني هاردوير مع سوفتوير الاردن تالنت طبعا بداي حاول قدر الامكان مع طبعا اصدقائي وزملائي في اش تيو في الجامعات الاردنية انه نعمل هاب نعمل بارك كمان في البلد هون والجامعة الالمانية الحمد لله هسا يعني احنا هون لنهاية السنة ان شاء الله راح نكون مجهزين اكتر من هاب بالجامعة سميناهم هاب ان شاء الله وهدول راح يكونوا يعني بهذا الحجم بالجامعة لكن عنا بلان في نشاء الله نصب من الجامعة ومن خارج الجامعة ونركز على مواضيع نبرز فيها البلد وهي انا متأكد 100% البلد بحاجتها في فرص كتير طلابنا وزملائنا وخرجين الجامعات الاردنية متميزين وبدهم الاسماء طبعا نتمنى طبعا احنا نكون سبيس ليلهم كل الجامعة نكون سبيس انه يجوا عن جد ياخدوا الريس التكنولوجي وكمان بدون اي ارهاصات اخرى انت عارف انا لما رحت على المانيا حتى بمي تي كنت اعمل تجاربي لو علي 11 بالليل اروح 12 بالليل اروح او اكسز اكسز وغير هيك اطلب المادة بك وما را تكون عندي اتأخرت يومين اسبوع بس احنا هذا الامر بدنا نتغلب عليه ان شاء الله واعتقد احنا ان شاء الله ماشيين بالطريق الصحيح بدنا وقت لكن ان شاء الله را نحققه طيب دكتور احنا اليوم بطبك الديب تاك خل نسمي نقطره تحت عنوان الديب تاك بجوز يعني حتى هذا ميك اور بريك يعني اليوم احنا رايحين على مرحلة بتطور التكنولوجيا بشكل كتير كبير على شكل وطني لازم نتبنى بشكل ممتاز وانا اليوم حاسس انه يعني هاي نواة اللي تفضلت فيه نواة ممتازة لنحمل الشباب الاردني بهذا الداركشن اللي كتير حبيته بلي عم تحكيه concept الهبز اليوم بدل ما تكون الريسيرتش اللي عم بصير وتطور اللي عم بصير والتطوير قصلي يعني سوفتوير وهاردوير وغيره مبعثر المبادرات والافكار عم بتحطوها تحت هب واحد متكامل وبصير انتو بتمولوها بيجي تمويل من برة كلية هاي الاشياء يعني مكملة لبعض عشان بالاخر يعني يصير بدل ما فيه جهود كتير مبعثرة لا خلص مرة واحدة باخر كل سنة في واضح الامباكت اللي متوقعينه بهذا الاردني فأول اشي بحييك يعني وبحيي كل الفريق تبع الالمانية على يعني على التفكير اللي انبنى من وراه هذا ال concept وزي ما عم تحكي ان شاء الله يعني نقدر نعمم هذا التفكير على كل القطاع بشكل عام قطاع سواء التك او قطاع الادوكيشن اللي المفروض يرفض الموارد الشباب والصبايا اللي رايحين بهذا الاتجاه بدي استغل الفرصة من انه احنا عادين مع بعض بالحلقة وقولك بدنا نرفض الهاردوير ديب تك ديسكوشن ب هتشتيو اكس كورسز يس فاحنا كمان جزء كبير من مبدأ الشراك بـ هتشتيو اكس انه احنا مصممين المحتوى اللي موجود يعني ذي فولو الطبيعة النظام التعلم تبعنا بس كلهم فرق بتكون خارج المنصة اللي عم تشتول معنا احنا بنساعد بانتاج المحتوى بس هذا موضوع جانبي فاحتمال واحدة من الشغلات معناته اللي نطورها مع بعض بعملك دعوة على الحلقة نبدأ نعمل مسارات مسرعة وستاكابل كورسز على منصة اتشتيو اكس فيها يعني سواء مكملة او هاردكور فايتة بطبيكس الديب تاك اللي موجود اليوم بالهبز اللي عملكم بتشتغلوا عليها اذا بتسمح لها يعني دعوة لايف انه نبدأ فيها سواء بالعكس بالعكس انا باعتقد انهم بكملوا بعض يعني اليوم في جامعة المانية الاردنية عمرها 19 سنة ان شاء الله داخلين على العشرين يعني في ماشاء الله زملائنا في الجامعة بذلوا جهود خارقة للامانة يعني احنا بنبني على ما بنى زملائنا والموجودين عاملين في خلين نواهون 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 بدنا نعظم هاي خلي النجازات نجمعها وبالعكس وجود اشتيو اكس رح يكون كثير دعم يعني هذا اللي حكيته انا في البداية اذا يعني نعيد نحكي مثلا ونركز عليه اكتر انه موضوع الشراكة في المختبرات الموجودة الان نتطلع علي انت انا عندي طالب وعندي دكتور وعندي هاردوير هسا اللاب هو هاردوير يعني اذا اجوا مع بعض وجدنا لبلاتفورم مناسبة اشتيو اكس انت ممكن تبدع بكتير شغلات يعني اليوم انت الريش بتاعك بدل ما يكون لطلاب الجامعة الالمانية وطلاب جامعة الحسين التقنية صار كل المجتمع سواء بالاردن او بالمنطقة العربية بالعكس احنا بدنا نوفر هاي الاشياء مع بعض حتى كمان ممكن نشتغل مع بعض على كتير من المبادرات اللي هي بتخدم تشغيلهم لكن امكانيات اللي موجودة نجيبها حتى من المانيا نشتغل عليها اذا اتفقنا نجيب الشركات الالمانية نقترح عليهم نوجه برامجنا لائلهم وهذا يعني الدكتور اسماعيل كمان حاب بنمشي فيه بالعكس انا مستعد وغير هيك يعني وجودكم معنا بصراحة احنا بالنسبة لائلنا فخر نعتز فيكم نعتز بانه كمان انه انتو بتشتغلوا بباشن يعني ما بتشتغلوش لانك حاب تشتغل بس ولا هو بتكتض وقت الموضوع ماخوذ بجدية الجدية اساس العمل على الالمان بحب الجدية احنا كمان نحب الجدية فاذا كنا جدين رح يكون فيه انجاز والحمد الله هذا موجود للأمانة انا دي احكيها بجوز ما حكيت هاش في البداية انا شايو اش خلال متر ثلاث لخمس سنوات خلال عشرين ثلاثين ممكن تكون مش بس بلاتفور انا بشوفها اكتر من بلاتفور انا هيك وجهة نظر يعني ممكن تكون جامعة ممكن تكون كلية ممكن تكون يعني اشي نفتخر ونعتز فيه وبأكد انه احنا حابين نكون جزء من هذا النجاح لانه اليوم كل واحد بده ينجح بده وبده سابورت ف اليوم كنت براقش حقيقة مع الالمان موضوع online universities يعني بتعرف فيه هذا جاي جاي virtual universities online universities هذا جاي انا شايف فيه هاي البذرة في ان شاء الله يعني احنا فخورين جدا انه نكون عند حسن ظنك وظن الشركاء ان شاء الله نقدر نكون على العهد هذا اللي حطينا ونوصل الفاليو يعني الامباكت اللي متوقعينه ان شاء الله لها الشباب بحب هون اكد اكتر شوي على يعني الشباب اللي راح ينضموا النا ان شاء الله من الجامعة الالمانية احنا اللغة اللي عم نستخدمها هي اللغة اللهجة البيضة يعني لغتنا العربية العادية حديثنا العادي احنا طبعا نحلو اللهجة البيضة هي لهجتنا احنا بلاد الشام لانها واضحة وسهلة لكل الوطن العربي المنصة مش منصة عربية منصة منصة تقنية يعني تعلمية تقنية او هندسية وبالتالي ما بصير نطلع التكنولوجي تيرمز نحولها بس كيف اليوم احنا بجامعتنا وجامعتكم بندرس المحاضرين بحكي بلغته عادي بس بتكون بالانجليزي بنعمل نفس الاشي احنا بالكورسات تبعتنا خلال الرحلة تبعتهم رح يكونوا ماشيين برحلتين الاولى المسار التعلمي المسرع اللي هو بالطوبيك اللي بنقي بالمادة اللي بنقيها بس بجنبها في رحلة لها دخل بتحضيرهم لسوق العمل فرحين قلهم زبط تبعك حضر السيفي ادرس شو فيه بالسوق يجي فيها سوق العمل يكونوا موجودين معنا بفورمات ان شاء الله رح يكون حلو يعني رح يكيفوا عليه الشباب فالهدف دايما ما بنياه مجزوء انه التعلم لأجل التعلم لا هو التعلم لأجل احداث تغيير تغيير ايجابي على فرصه الوظيفية وفرصه بالعمل وانا مبسوط كتير لطلاقي وجهات النظر بهذا الموضوع انه طلاب الالمانية يكونوا من اكتر الناس المستفيدين من البرنامج احنا في شوية يعني شو بقولولها شوية بالبروغرام عم ندور على الناس الجادين الرحين هو البروغرام فخلال البرنامج رح يكون شوي شادين عليهم انهم يعني يكملوا البرنامج ويكونوا يحققوا الاهداف اذا في حدا بالطريق يعني مش كتير جاد بجوز يتفلتر يعني بالطريق عشان هدفنا 4000 فرصة ينهوا البرنامج مش يبدوا البرنامج عشان هيك رح ينجح ان شاء الله فبهمني كتير يعني انا كتير مبسوط بالفيجن تبعتكم يعني على مستوى القيادة الجامعة والسيبورتي اللي عم تعملوا رح نعمل مجموعة ورح نعمل ان شاء الله مع الشباب قد ما بتحتاجوا يعني رح نعمل مجموعة منهم واردي أزن نبلش الكمنيكيشن حتى هلأ مع الطلاب فطموحنا كتير ان الشباب تستفيد واكتر حدا من الشباب بياخدوا قيمة يعني يعني عبالنا هيك بنعودوا نسمع قصص نجاح ان شاء الله ان شاء الله بن نحتفل فيهم ان شاء الله وطبعا يعني بديش أكرر الدعوة انه بدنا جامعات تانية تشاركوا يستفيدوا مش بس بـ بس كمان بطلاقي الفكر اللي احنا عم نحكي فيه وينفيد بعض كجامعات نفكر بنفس هذا الفكر اللي احنا وياكم عم نفكر فيه ويدخل أكتر جامعات على النظام هذا اللي عم نحاول المأسسه مع بعض بالشراكة وكمان يستفيدوا أكتر شباب من المنصة احنا هدفنا نوصل لمية مليون شاب وصبية أربعة تلاف فرصة هدول أول سنة بس كمان بدنا كمان نعظم الـ إن شاء الله لأدام لأدام طيب دكتور فيه توبك حكينا عنه سريعا بالديب تاك اللي هم المختبرات واللي عم تبنوا فيهم عم تشتغلوا عليهم وأنا بهمني هذا الموضوع أكتر من وجهة نظر قطاع الصناعة واليوم يعني التوقعات تبعي القطاع بجاهزية الشباب لسوء العمل حكي لنا شوي إيش عم تعمل وخلين نغوص أكتر بخطتكم بمختبرات والأشياء اللي عم تعملوها بهذا الـ ديب تاك لاين والهاردوير نعم يعني إحنا مين اللي هس مركزين على الـ أو بالألماني يسمونه smart factory اللي هو أنت كيف مثلا ممكن نجيب manufacturing line complete manufacturing line مع robotics arm أو أكتر مع موبايل روبوت مع خلينا أحكي functions محددة أي صناعة اليوم قاعدة بتحاول تتحول أنه تكون automated يقللوا من الوجود البشري في manufacturing lines أو خطوط التصنيع هذا اللاب إحنا نشتري الفيز منه الحلو فيه أنه إحنا رح نفاتحينه إن شاء الله لطلابنا للزملاء ولل الاندستري رح يكون فيه training و رح يكون فيه research وال research هو يخدم الصناعة الأردنية بدايتهم لأنه فيه تحول كويس الحمد لله ومضطرد في الصناعة الأردنية ويتحول وكمان أنه يدخلوا الوتوميشن والتكنولوجيا في صناعاتهم وموجود أنا كنت أقول لك دكتور أنا ملاحظ أنه فيه توجه كبير بهذا الاتجاو له سنين بس هلأ عم بقفز قفزات كتير كبيرة فشبابنا نازم يكونوا جاهزين ديجيتال ترانسفورميشن والأوتوميشن هذول يعني والAI الحلو في هذا المختبر هو عبارة عن زي ما حكت لك اوتوميشن مانيفاكشن جلائن فيه روبوت أرم وفيه ايسي يش تسموه ديجيتال يعني أنت مثلا تقدر القرين الرقمي القرين الرقمي يعني أنت بتقدر مثلا شو تصور المصنع لمراحل اللي بدي يعمل فيها التصنيع بتقدر تعملها سيميوليشن قبل ما أنك تدخلها وتجهزها على الواتوميشن ويكونوا هم سينكرونيز بحيث أنه بالأخير أنت بتقدر تعمل تغييرات تعديلات بحيث أنك تطور في موضوع المسير المنتج على هذا الخط لكن الحلو فيه كمان أنه أنت بتقدر تعمل تابع رحلة البرودكت نفسه يعني أنت التصنيع كله هذا بتقدر تواكبها تطلع عليها تشوفها وتقلل من ما يسمونه مثلا يعني أنه أنت عندك تطلع 100 قطعة منهم 30 أو 20 أو 5 فأنت هاي الجيرني في تولز معينة موجودة كمان بتتابعها بحيث أنه يتعلم السيستم بوجود تكنولوجيا جديدة كيف أنه تطور منه بحيث أنه تقلل من تحسن أو تسرع في البروزيس لأنه إذا سرعت بسرع عندك إنتاج أكبر بسرع عندك فائدة أكتر إذا أنت قللت وتعمل بروفيت أكثر فهاي الأمور وعم تتعلم رقمي ما فيش تكلفة بالمواد وهذر بالموارد فهذا جاي اليوم هذا صار جزء أصلا من التكنولوجيا بره الحمد لله صار موجود عندنا إحنا لاب في كمان لاب أتوقع في سام إنجينيرين عملوا لاب فالموجودة التكنولوجيا لكن لسه مش يعني منتشر فيز 2 رح ندخل فيها اللي هو الاندستريال روبوت والموبايل روبوت لأنه اليوم كمان إنت لو تتطلع على الشركات العالمية بيجمعوا القطع بيركبوها ما في أي احتكاك بشري بنقلوها من مكان لآخر احنا نحن الحمد لله نشغلين عليه متمنى إن شاء الله سانة الجاي بيكون اللاب جاهز فيز 1 انتهت فيز 2 إن شاء الله سانة الجاي بتكون موجودة بيكون عندي أنا فل منفاكترين لين مع مع AI مع شباب تدربوا جاهزين الحمد لله بلشوا يشتغلوا زملائنا بيعملوا ريسيرج وبنعمل ماتشنج مع الصناعة مع احتياجاتهم نعملهم سيناريوز حسب متطلباتهم حسب توجهاتهم ونعمل لهم تحسين على خطوط الانتاج داعتهم هذا واحد من المشاريع اللي احنا مهتمين فيها الموضوع الثاني الروبوتكس نفسه الروبوتكس دخل بشكل كبير في تطبيقات مختلفة منها التطبيقات الطبية طبعا فهذا احنا مركزين عليه احنا فيه عندنا الشباب الحمد لله من زملائنا المتميزين بيشتغلوا بهذا المجال لكن راح نركز عليه اكتر ورح نوسعه وندعمه بالهارد وير وبالكيبابيليتيز يعني هذا متوقع كمان إن شاء الله السنة هاي يبلش ونشتغل عليه موضوع الثالث المهم أنا بعتقد اللي هو الهايدرجين تكنولوجي تكنولوجيا الهايدرجين دخلت في العالم ما فيه بديل لازم يصير فيه استثمار بالأردن بدنا نبني كاباسيتي بلشنا نشتغل على ترينين كورسز مع ايج تيو كمان احنا شركاء في جي اي سيد بروجيكت خلصنا والحمد الله كان بري ساكسسفل والجيرمن انيرجي اكاديمي وهي شراكة ناجحة جدا بينه وبين الاشتيو الآن بدنا نحاول كمان نشغل اكتر على موضوع احنا بنسميه بالجامعة الالمانية ريسيرتش كلاستر ريسيرتش كلاستر بيدعم بروجيكت فيها شراكة داخلية شراكة مع الالمان شراكة مع الصناعة بالأردن وبالمانيا نجمعهم على مشروع بحيث انه يعمل خلال ثلاث سنين زي سميه ريسيرتش لاين هذا الريسيرتش لاين بد يخدم الصناعة الهايدرجين بالأردن بلش يعني مش ما بلش بس يعني لساته بده شوية وقت في سايت سبتنعمل قاد بالعقبة لكن بدك تبني كبستي في البلد بحيث يكون عندنا القدرة الحقيقية على مثلا تشغيل التحليل حتى نشتغل على البوليسيز نشتغل على ستوريج عندنا شركاء كويسين الحمد لله داخل البلد وخارج البلد فهذا الموضوع ان شاء الله هو رح يكون شغلنا الشغل قليل نحكي لسانتين تلاتة الجايات انا بدي احكي دولا المين بس لسا فيه كتير شغلات بنشتغل على سمارت جريد بنشتغل على الووتر انيرجي فود انفارومنت نكسس وعندنا اكسرانك بروفيسورز وبنشتغل على جانب آخر بعيد عن دي تيك والهاي القصص اللي هو الانساني الجلب انساني تعرف يعني فيه مصطلحات تحكي هي انسنت الالة فبنحكي فيه عندنا الحمد لله لانه احنا بالاخير لو عملت الالة وطورت صار عندك روبوتس وبتشتغل على محكان الناس وكذا يعني فيه كمان الالة هاي فيه انتر اكشن ممكن روبوت تصير عندك في البيت ممكن تصير عندك تأثير حتى على بكرة الناس تفكر انه اذا اجا الروبوت تبطل فيه فرص عمل لا قاعدة بتخلق فرص عمل جديدة وبدنا يكون في عنا مشاريع كثير تتعلق ب كيف انه يجب انتعامل مع هاي الاشياء الجديدة كيف الناس تتقبلها كيف انه الناس تتعامل معها ممكن تسفيد منها اليوم انت بتجوز تروع مستشفيات تكون الروبوت هو البعمل العملية صحيح وهذا اشي صار موجود يعني احنا وبنتوقع بالخمسة سنين الجايات تكون خليني ننسمي البنتريشن او تغلغل التكنولوجي والرقمنا هيكون اسرع بكتير صح وتدخلها في حياتنا في حياتنا وتوجيهها حتى الاناليسز حتى هسا الـ AI بنحكي chat GPT طبع انت بتدخل على chat GPT بتحلم تحنات بتجيب روبوت وبتشتغل عليهم اوكي بعدين انا بتحق انا يعني عندي خيال انه انت هذا الجات GPT رح سيصير درس شخصيتك رح يصير حط لك بروتوكولز شو تعمل رح يعني في كتير في الـ فضيقك فضيقك رح يصير على جنبك وين ما تروح وحتى يعطيك ريكمنديشن صح ورح يعرف انت طبيعتك ويعرف لما مزاجك مثلا كويس شو تعمل لما مزاجك منعكر كيف حسنها حياتك صح عن جد يعني وهي التكنولوجي بدها حد يدرس هاي العلاقة بينك وبينها ويحافظ عليها اللي ان شاء الله تحافظ على انه ما يصير له سمح الله توجهات خاطئة او تأثيرات سلبية عليك او نفسيتك يعني بتعرف دايما اليوم تطلع على الطفل بتشتغل على النينتندو على الموبايل وكذا بشكل سريع وبياخد من وقته وهو مش حاس بتناديه بتفايل اه شو فيه فهاي الاشياء احنا بنحاول كمان عنا اللي هو وعنا الشباب اللي اشتغلوا طبعا في اللغات وكذا قاعدين بيهتموا بهاي الامور بحيث انه كيف نكون انه كمان في المنتال هيلث متابعة الناس اللي بتعاملوا مع الآلة كيف ممكن انه نحسن هاي العلاقة ونستفيد منها ايجابيا لانه مش دايما تكنولوجي ممكن استفيد منها ايجابيا الى الى ابعاد كمان سلبية صحيح فبننركز على الايجابيات اه باعتقد انه هذا اكتر شي مهم و شغلي مهمة ثانية بجزء اليوم لو عملنا ريسيرش لابس وكان عنا ديب تكنولوجي وبعدين بتبدأ بتتحولها لبرودكت يخدم المجتمع هذا كمان ملايين الناس مية بالمية هذا اشي كمان احنا بنتبنىه بالجامعة من خلال عمادة الابتكار والريادة انه كيف نتبنى هاي الافكار صار فيه investment arm في الجامعة اللي حم نسميه اللي هو صندوق الاستثمار بحيث كمان حتى ممكن كالجامعة نستثمر في هاي ال ideas حالو اليوم صحيح احنا ماليا مش كثير يعني قويين لكن وجدنا انه بشاركتنا مع venture capital موجودين بالبلاد وخارج البلاد مع القطاع ال private sector في كتير اشياء ممكن نحققها وبال minimum effort صحيح موجودين الناس اجان مبدأ الشراكة هذا هو الشراكة هي اساس اي نجاح باعتقد الشراكة كمان لازم يكونها ابعاد مختلفة قطاع عام قطاع خاص شركاء دوليين شركاء محليين don't limit yourself ما تحدد خلاص انفتح وممكن انت تكون تخوف من هاد متخوف من هاد دايما في حسابات باي مشروع بتدخله في حسابات لكن خلي حساباتك كمان شوية فيها مغامرة ما تخليها بس تخوف خليها فيها مبادرة ومغامرة انا اشتغلت فترة بالقطاع المالي والبنوك فتعلمت ان المخاطر حقها مصاري مية بالمية اذا متوقعه جاي احسن يعني ممكن يجيب لك مردود اعلى من الكلفة اللي حطتها على المخاطر اهجم اهجم مية بالمية لانه زي ما حكناها قبل شوي انت في عندك دايما ابواب اذا ما طرقت هاي الابواب صح وفتحت ودخلت ما رح تعرف شو فيه جوه رح ضيع حالك فرص انت مش عارف انها ضعت ما رح تعرف خاص الشباب في البداية يعني انا بحكي في البداية ما عندك اشي تخسره غير انك تتعلم انا كجامعة بفتح لك مسارات بفتح لك اشياء بس انت كمان كشخصية اعتبارية عندك دائما في داخلك اشي بتعرف انك قوي فيه يمشي فيه وعظمه ويتعب عليه اكتر لا تستناني انا بس لحالي اوجهك لا كمان انت عظم من هاي الاشياء مثلا انا بحكي علاقة اش تيو مع جي جيو انت بجي جيو شفت فيه فرصة في اش تيو روح عليها احضرها فانا كنت كثير مبسوط لما شفت طلابي بحضر الاش تيو اكس كثير اه والله ولما احنا بنعمل اشي طلاب اش تيو بيجوا عنا طلاب الجماعات الاخرى كمان بيجوا عنا ثقافات وتنوعها بيدخل اشياء جديدة طبعا تنوع هذا اشي ممتاز لانك عم تخلق بوتقة فيها بتجمع فيها كل هاي الافكار مع بعض اه الحمد لله يعني احنا بنحاول كمان نجيب نستقطب طلاب من المانيا كتير غير الانترناشن ستيودان اللي هما بيجعلنا فول تايم لا بنجيب حتى فور وان سيمستر او اكتر او حتى شورت فيزت طلاب المان وبروفيسورز المان يعني بيجينا عدد منيح الحمد لله كل سنة بجوز انه احنا بنركز على التكنولوجيا كجامعة احنا جامعة تطبيقية ومنركز على التكنولوجيا وعنا يعني علوم انسانية في الإدارة الأعمال واللغات وال social work لكن التنوع الثقافي اللي قاعد بصير وكيف بنسوق حسنا نشوف انه احنا بنسوق حتى لغتنا ثقافتنا العربية الأصيلة شفنا كشي كثير حلو فصرنا نحاول نزيد من أعداد اللي بتيجي على الجامعة من خارج البلد خاصة من أوروبا عشان نشوفه هم مش بس بشوفه هم بصير يؤمنوا بانه هاي الثقافة ثرية وإلها تأثير حقيقي وانه احنا عايشين كمان بحضارة متميزة وإلها قصصيتها فخصصيتنا منفتخر فيها ومنعتز فيها ما بنتنازل عنها بس بالمقابل لازم نحن أن نكون شاطرين تسويقها عملنا برنامج بحب أحكي لكم عنه هسا مع هاي التنظيم للسياحة أو تنشيط السياحة أسف هاي التنشيط السياحة هاي التنشيط السياحة أكتف والحمد لله نشيطين في تسويق الأردن للتعليم فاقترحت عليهم مشروع أنا عندي في الجامعة 700-800 طالب يروح على ألمانيا يقول مع زملائي مع كذا بالسنة بنودي ألف وحد تقريبا أنا بدي إياهم يسوقوا الظلد سياحيا في ألمانيا فبلشنا هالسا مشروع إن شاء الله ينجح إنه إحنا نأخذ الطلاب اللي بي نسافروا ألمانيا نهيئهم ممكن نوجههم نعطيهم شوية هدايا ممكن اللباس تقليدي صور السفراء يعني هناك سفراء بس بيعطوا الصورة البهية عن ثقافتنا وحضارتنا بنهيئهم بيروحوا بيشاركوا مثلا في الأيام الثقافية هناك النشاطات يكونوا دائما إيجابيين في التعامل في توصيل الصورة كيف يحكوا عن بلدهم كيف يحكوا عن تراثهم وراح يكون إن شاء الله في خلال هاي السنة زيارة مشتركة بين هاي تنشيط الصياحة والجامعة الألمانية لنشاطات في ألمانيا يحكوا عن الأردن ويحكوا عن ثقافتها أنا عندي لما أحكي لك 700-800 واحد بيتحركوا بألمانيا في مختلف المناطق وما شاء الله عليهم بيخلوش بروحوا على أوروبا يعني بيخلوش إشي بيستغلوا الفرصة بروحوا أسبانيا أيطاليا أهولندا حلو تكون لابس تي شيرت وحط علي البترة حط علي من تراثك حلو أنه أنت لما تجلس وما تسكن مع مختلف الجنسيات تكون حاط مقب مش علي H2U بس علي H2U علي جوردن علي العلم تبدأ تحكي عن بلدك فهذا الإشي اللي إحنا كمان بنحاول كجامعة ألمانية نستفيد منه في تسويق البلد ثقافتها حضارتها تاريخها بعد المؤوية الأولى الحمد لله ماشاء الله عليك دكتور الله خلي ماشاء الله عليكم بالجامعة الألمانية يعني أنا قد ما بعرفكم وبعرفك بس يعني اليوم منفتحة القريحة فماشاء الله عليكم يعني فيش إشي أحكي أكتر من ماشاء الله عليكم ماشاء الله علينا وعليك وسيدين الله يخلي دكتور بحب أسمع منك كلام توجهه بلك لطلابك على H2U وبداية الرحلة مع بعض وإن شاء الله تكون فاتحة خير فأترك لك المجال شكرا تتحدث معهم لا أكيد أنا طلابي طلاب الجامعة عملهم إحنا زي أولادنا بنحكي لهم شغلة مهمة لأنك حكيت عن الجدية إحنا نقص عليكم قصوة الأب ونحن عليكم حنان الأم لأنه لما صلحتهم لأنه إذا أنا ما عن جد وجهتك بالإتجاز صحيح وإنت بتفكر نقاص عليك مثلا عشان مواد وامتحانات ومش أعرف لا هذا إلك وطلابنا الحمد لله جديين أنا بعتقد رح يشاركوا أنا بوجه لهم طبعا دائما توجيهات مباشرة لأنها تصب دائريكت في المصلحاتهم ولازم يشاركوا أنا متأكد رح يشاركوا متأكد رح يكونوا إيجابيين وجديين ومهتمين وممكن منهم مستقبلا يكونوا هم مشاركين في بناء حتى المواد اللي بدنا ناخدها على لأنهم في كثير منهم ما شاء الله لما بيرجعوا حتى متعلمين على تكنولوجيز حديثي جدا بروغرامنج يعني بشكل رائع استخدام تكنولوجي بشكل مختلف وهذا الإشي الحلو فيهم بجوز أنه مش دائما بياخدوا الفرصة اليوم في فرصة جديدة لأيهم زي هتو وإكس لازم ياخدوها ولازم نحن ندعمهم ونقيم مع بعض حتى مستقبل هاي التجربة أنا بعتقد 100% أنه رح يكون في شباب بيعجبوكو من الألمانية ورح يكون إن شاء الله معاكو حتى مشاركين في تسويق الفكرة بجوز أنا خطرت بالي وأنت بتحكي شغلة بعض مرات وإحنا بنخاف من إشي جديد أكيد هذا موضوع مهم هذا إشي يعني مع إنه لما تطرق الباب بجوز توجد نفسك فيه أو بجوز تشوف فرص أنت ما كنت تعرفها فأنا بتمنى من كل واحد من طلابنا وغير طلابنا إنه يطرق هذا الباب بنية يعني خلينا أحكي إكمال الرحلة ورح يشوف بعد ما ينها الرحلة نتائج حلوة عشانك دائما بحكي لشبابنا وحتى الأهالي اللي بيجوني إنه جير نتاعة الألمانية مش سهلة وبسأل الطلاب كيف في الخبرتك صعبة اليوم تغلبنا في هاي المادة اليوم الدكتور كده كده اليوم مثلا تأخرنا على الكلاس سجلونا غاية مثلا أشياء بلتقيهم بعد ما يتخرجوا بحكي لهم بس راجعوني بعد ثلث سنين ما تتخرج أو بعد خمس سنين ما تتخرج فالتقيت من فترة شباب وكل ما بسافر أنا على بلد بشوف إذا في خرجين الجامعة وبالتقي فيهم الفيدباك إحنا بنشكر الجامعة الألمانية إحنا بنحب الجامعة الألمانية إحنا كيف ممكن نساعدكم كمان فأعتقد هذا موجود نفس الشيء في HTU طبعا و HTUX تعطينا إحنا كHTU وJG بعد جديد إنه أنت بتوصل لفئة أكبر رحي فأنا بتمنى من طلابي ومن خرجين الجامعة كمان اللي عندهم Edge Software وHardware إنه يتعاملوا ويتواصلوا معاكم بحيث إنه نكون إحنا كمان Part of it كمان زملائي بدعوهم يكونوا جزء من هاي التجربة زملائي في العاية التدريسية اللي عندهم كانيات ما شاء الله متميزة يكونوا جزء من هاي التجربة قبل ما أبدأ أنهي بالحلقة ويعني أنا جاع بالي نضل قاعدين نوعد يومين نسولف بس بدي أبدأ بشكر يعني شديد أبدأ إلك على وقتك معنا وفضيت جدولك تقدر تزوط معاك هاي نسجلها على عجالة يعني إحنا اتفقنا وبسرعة وزبطة الأمور والحمد لله موفقة ووجدت تسجل على السريع الإشي الثاني بدأ أشكرك على يعني تلاقي الفكر و وساعة صدرك وساعة صدر يعني كل فريق العمل بإنه نطلع بره النطاق التقليدي ونفكر بطرق جديدة وندخل بشراكات وهذا يعني ترفع القبة على إلكم وهيك ويعني بقولك اليوم أنا فخور جدا إنه عم ندخل خطوة جديدة في HTU Podcast إنه أول مرة بيجي عندنا ضيف مش HTU مفتخر فيه هذا ليش مفتخر فيه فإحنا مبسوطين جدا بوجودك معنا ومبسوطين نبدأ رحلة جديدة من جوة HTU Podcast بوجود ضيوف طبعا أهلنا وأولاد عائلة HTU أكيد بس يعني مش من داخل HTU فبدي أشكرك كتير على الحلقة وعلى وجودك معنا وبدي أقولك إنه طبعا هذا البودكاست طبعا جامعة بيتك بس البودكاست كمان بلاتفورم إلك وللجامعة وبهمنا نكثف يعني بجوز إن شاء الله نرتب نعمل حلقات تانية أنا وياك وكمان إذا في ناس من عائلة الجامعة الألمانية كمان نفكر فيهم نعمل معهم حلقات بيكون فخر إلنا وإن شاء الله بيكونوا يعني إشي ننبسط فيه سوا إن شاء الله أكيد أكيد وأنا بدي أكد على أنه أنا أؤمن بفكرة HTU HTU X ومبادراتهم رائعة بصراحة وإحنا كمان جي جي يو في فريق HTU يعني إحنا فريق واحد إن شاء الله هذا فخر إلنا بالعكس والله يعني إحنا بنسعد دائماً لما بنلتقي وبنناقش وبنحكي بالأفكار يعني بحس إنه قيامنا خلينا أحكي متطابقة نحمل نفس القيم نحمل نفس الروح وحابين نخدم ونقصى على طلابنا وشبابنا بحب وإنه يكونوا هم عن جد يعملون هذا التغيير اللي نحلم فيه كل أياه إن شاء الله إن شاء الله ومع بعض إن شاء الله رح نحصل هذا الإش أمين إن شاء الله شرفتنا دكتور شكراً إليك شكراً لإلك ودكتور إسماعيل لـ HTU ولفريق HTU X الرائعين المتميزين شكراً لإلك شكراً جزيلاً أهلاً وسهلاً شكراً للمشاهدة